الجدل بشأن منح جوازات السفر الدبلوماسية يعود للواجهة مجددا بعدما أنهى المجلس القراءة الأولى لتعديل قانون منح جوازات الذي تضمن فقرة تنص على الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامله وأسرهم مدى الحياة وإعادته بأثر الرجعي لمن سحب منهم تعديل يراه نواب وناشطون يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية السياسيين بالفترة الأخيرة بدل ما يسعون أن يطورون ويميزون جواز عراقي ظلوا يشتغلون على يميزون عوائلهم فقط بالحصول على جواز دبلوماسي جواز الدبلوماسي يمنح لهم العوائلهم حتى يسافرون وما يهتمون للشعب انتقاس من المواطن العراقي وأخذ الامتيازات الموجودة التي هي المفروض موجودة عند المواطن العراقي إلى أبناء المسؤولين مثل الصحة مثل التعليم وإضافة إلى جواز الدبلوماسي هذا الشيء مصحح أنا ضد هذا القرار ويتحدث نواب عن منح آلاف الجوازات الدبلوماسية لأشخاص لا علاقة لهم بالسلك الدبلوماسي والوظائف السيادية العليا في الدولة ويعدون ذلك وجها من وجوه الفساد المنتشر في المؤسسات الدولة قانونيون يعتقدون أن التعديل الجديد يؤسس لديكتاتورية جديدة هذا القرار يعني يسوينا فروقات طبقية ما بين أنه أكو طبقة سياسية وأكو جماهير الطبقة السياسية تمنح امتيازات بالمجان هم وعوائلهم تمنح كل هذه الحصانة وأنت مواطن عادي ليست لديك أي حصانة أعتقد هذا تأسيس لخطأ جديد في العراق ما بعد عام 2003 وتأسيس لبناء ديكتاتوريات من نوع آخر الجستور العراقي حدد أهداف ومزايا حقوق الشعب وبالتالي على مجلس النواب أن يكون السابق والسباق في تنفيذ هذه البنود المطروحة في الجستور ومما يؤسف له أن هذه الدعوة هو خرق للمادة الجستورية لحقوق العراقيين نعتقد على مجلس النواب أن يعيد النظر ويجعل الجواز حصرا بالمهام السيادية ويمنح الجواز الدبلوماسي حامله مميزات عدة أبرزها تسهيل سفره بعيدا عن الإجراءات الروتينية والحصول على الفيزا وإعفاءات قمرقية وضريبية فضلا عن حماية قانونية ووفقا للتصريحات في لجنة النزاهة النيابية وصل عدد الجوازات الدبلوماسية التي منحت لمسؤولين بعد عام 2003 لأكثر من 45 ألف جواز عشرة آلاف منها منحت لأشخاص لا علاقة لهم بالسلك الدبلوماسي نجح العابد الحراء محافظة البصرة